ثم تكبر تقول الله أكبر تكبيرة الأولى سمت تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا بها فهي ركل من أركان الصلاة التكبيرات الأخرى من أول الصلاة لآخرها غير تكبير الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال هذه التكبيرات واجبة يجب أن تكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع يستثنى من ذلك ماذا الرفع من الركوع فإن فيه التسميع والتحميد التسميع عن قول سمع الله الحمد والتحميد هو قول ربنا ولك الحمد فتكبر لكن هذا التكبير أيضا تبه حتى بعض الأم ما يحسن ذلك بعض يكبره قائم قرأ الفاتحة قرأ ما تسمى القرآن يقول الله أكبر بعدين يركع فيجعل التكبير مع القيام وبعضهم يركع صامت فإذا استوى راكعا قال الله أكبر سبحانه ربي العظيم يجعل التكبير من أذكار الركوع معنى التكبير هذا يا شيخوان تكبير الانتقال فلو بدأت به ابتداء وأنت قائم وانتهيت وأنت راك على بأس لكن ما تكبر الله أكبر بعدين تركع ولا تركع وأنت صامت وإذا ركعت وأنت في الركوع تقول الله أكبر سبحانه ربي العظيم هذا خطأ وكذا يقال في السجود تجعل التكبير وأنت تهوي للسجود وأنت ترفع من السجود وأنت تزد السجد الثانية ولو بدأت به وأنت قائم وانتهيت منه وأنت راك على بأس لكن ما تجعله كله إيش قبل الركوع ولا كله في الركوع هذا التكبير اسمه إيش تكبير واجب تكبير انتقال